سعى الخير في الفيديو ده هنشوف ايه هو السناك بار ايه الحاجة اللي بتظهر ديت لما بنكون بنعمل براوزنج على الويب سايت او على الابليكيشن بيظهر لنا بالشكل دوت ولو دوسنا عليه نقدر نخفيه بالشكل ده ايه الميكانيس بتاعة الدخول والخروج هل نستخدم له الترانزيشن ولا نستخدم له الاوتو انيمات ده اللي هنعرفه في الفيديو يلا بينا واحدة من الحاجات الرخمة جدا اللي بتقابل اليوزرز هو السناك بار هو مفيد ورخم في نفس الوقت بصراحة يعني عندي مشكلة معها لكن ايش طاعد ايه هو موجود وزي ما قلنا مفيد ايه هو السناك بار الاول السناك بار عبارة عن بار نوتيفيكيشن بيبعط لك رسالة ايا كان ايه هي نوع الرسالة خلال ما انت قاعد بتعمل براوزنج على الويب سايت او حتى على الابليكيشن خلينا نروح نشوف امثلة ليه بالشكل ده ده يعتبر مثلا سناك بار ده يعتبر سناك بار ده يعتبر سناك بار ده يعتبر سناك بار المهم زي ما قلنا ان هو فيه مساج معينة بتتبعت لك وانت قاعد بتعمل براوزنج على الويب سايت او الابليكيشن خلينا نشوف ازاي نقدر نصممه وازاي نقدر نخليه يبتدي يظهر ويطلع معنا في الصفحة انا هبتدي ارسم شكل السناك بار بتاعي بسرعة وارجعلكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سناك بار بتاعي ممكن بدلوقتي ابتدي مثلا اخلي ده يكون شوية برضو ترانسبيرنس بحيث انه الهراء يكون باين بالشكل ده ويخليني ابتدي اجمعهم كلهم مع بعض في جروب واقول له جروب بالشكل ده الفكرة اللي بتحصل انه انت مفاتح الابليكيشن او انت فاتح الويب سايت السناك بار ده ما بيكونش ظاهر وفجأة بيطلع لك ياما مثلا من تحت كده بيم هنا او من اليمين او من الشمال او حتى بيزهر لك من فوق وينزل على ته فزي ما احنا عارفين الانيميشن اللي بيحصل للعناصر ياما بيكون بين الصفحات ياما بيكون كمبوننت تغل سويتش الكمبوننت بيكون محتاج ان انت تعمل انتر اكشن بينه بين اليوزر وبين الكمبوننت او بين البوتر لانه ما فيهوش حتة الكمبوننت نفسه ما فيهوش ان انت تعمل تايم انه ده يختفي وده يظل التايم هو اللي بيحصل بين الصفحات فاللي هيحصل بالباتية ان انا هخلي دي تكون مثلا تحت هنا او نخليها مثلا تكون هنا اوكي بالشكل ده وهاخد منها كابي وهقوله اخفيها لي في البيتش دي تمام وهاجي هنا وهقوله في وتكون زهرة وتقف في نص الصفحة وهنا هخدها كابي وهقوله تعالى هنا وعمل لها في ويوديها هنا وتختفي وهبتدي ان انا اربط الصفحة دي بالصفحة دي بالصفحة دي اوكي طيب انا وقف على الصفحة دي وهروح للبروتو تايب وهقوله لينك الصفحة دي بالصفحة دي تمام ان تايم لما يحصل تايمينج زيرو ساكند اوكي او خليها مثلا زيرو بوينت فايف ساكند اوكي اوتو انيميت لبرودكت هاي فاي اوكي وتكون مثلا سناب ليه علشان يشوف ايه العنصر اللي كان موجود في الصفحة دي هو هو موجود في الصفحة دي لكن ما كان اختلف لون اختلف شكل اختلف ايا كان ايه الحاجة اللي اختلف فيه ويبتدي يديله الايزنج بتاعه تمام طيب اوكي نيجي نقف هنا اوكي مش هحول بقى الصفحة دي انا ايه اللي هعمله انا هعمل دي هيكون بوتن لما ادوس هنا يوديني للصفحة دي اوكي اون تاب عادي جدا يروح للاوتو وانيميت بشكل عادي ويكون سناب 2.0 سكند خلينا نشوف النتيجة النهائية عاملة ازاي نروح هنا اوكي كان سريع جدا خلينا نيجي هنا ونقول له خلي دي تكون 6 ثواني ثواني وتعالى نجرب تاني بالشكل ده اوكي حلو جدا اه فضل توقف اوكي 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 سريعة في الخروج فخلينا نروح هنا ونختار البوتن دوت ونقول له خليها مثلا 6 ثواني بنفس الموضوع تعالى نجرب تاني بالشكل ده اوكي باي باي بالشكل ده ممكن تكون برضو سريعة خليها تكون 8 ثواني او اخليها ونجرب ونشوف واخلي دي البوتن ده يكون 1 ثواني ونجرب من هنا ونقول له بريفيو اوكي ده السناك بار نقدر ان احنا نتحكم فيه باي شكل من العشكال دي طيب اوكي حاجة تانية للسناك بار ممكن نعملها انه انا وقفت على صفحة ديت ونجالي بالشكل ده وبدأت ان انا اتحرك فوضل باردو بيطلع وينزل هعمل له نفس اللي انا عملته للنافيجيشن بار هعمل له بن للفكس بوزيشن وين سكرولنج هعمل له ان هو يفضل في مكانه لما اعمل سكرولنج حتى جاب لي علامة البن هنا اوكي هو هروح اقول له هنا كده بظهر بدأت اتحرك فوضل واقف مكانه تحت هدوس كده اوكي ده كان بخصوص السناك بار ممكن نبتدي نشوف على الانترنت اشكال للسناك بار زي ممكن كريت حاجات منها بيبقى شكلها لذيز هي مزعجة بالنسبة لي لكن بيبقى شكلها لذيز ده كان بخصوص السناك بار وخلينا نروح للفيديو اللي بعد موسيقى